في إطار تقريب الإدارة من المواطنين والاستماع عن قرب إلى مشاكلهم وتطلعاتهم في مجال تسهيل ودوج المواطن المختلف الخدمات المدنية تأتي هذه الزيارة التي أدها والي البراكنة سيد محمد والسارك لمقاطعتين بوغي وبوبوبي الزيارة التي استهلها من مقاطعة بوغي أشرف خلالها الوالي على اجتماع موسع مع المواطنين في هذه المقاطعة الزيارة عبارة عن التواصل المباشر بالمواطنين التي أعطى بها ذخامة رئيس الجمهورية سيد محمد والشيخ قذواني تعليمات للسلطات الإدارية لأنها دائما قريبة من المواطنين تصنط لهم وتسمع مشاكلهم ونعتبر أن تصنات للمواطن جزء كبير من حل مشاكلهم إذن لذلك الأساس نحن موجد اليوم في مقاطعة بوغ عندنا جملة من النقاط التي نختار ونتكلم عنها مع مواطنين مقاطعة بوغي النقطة الأولى هي المدرسة الجمهورية المرحلة أساسية وبرنامج أساسي بالنسبة لفخامة رئيس الجمهورية ويهمنا كاملين كمواطنين للمشروع على أن نهتم به وعلى أن نعرفه للأمام به الذي لا يقود رافية أساسية للتنمية والوحدة الوطنية به الذي رواية أساسية عندنا كاملين ولا هلاية التي تتقدم يكون هناك نعود كاملين وراها النقطة الثانية التي كنت نختار نتكلم عنها والذي ما الذي يتهمكم وتهمنا كإدارة هو قضية الحفاظ على المراعي وذلك المنتوج مطالبين بعد أن نحافظوا إليه وقدمت مداخلات أوضح فيها المواطنون أهم المشاكل المطروحة مرحبين بتوجه السلطات العمومية رامي إلى تجسيد تقريب الإدارة منهم وفي مقاطعة بابو بي ضم هذا الاجتماع الموسع أيضا مجموعة من أطور المقاطعة والناشطين في المجتمع المدني إضافة إلى أمثلين عن مختلف قرى بابو بي وخلال كلمته أكد الوالي أن هذه الزيارة تأتي للتحدث مع المواطنين بشكل مباشر وتحسيسهم حول ضرورة اقتنام فرصة مشروع المدرسة الجمهورية والإسراع بتقييد المواطنين الذين لم يشملهم بعد التسجيل على السجل السكاني البيومتري كما حث الحاضرين على المحافظة على الغطاء النباتي للمراعي محمد لملهاد قناة الموريتانية مقاطعة بابو بي